الكلام ده النهاردة فجأت الصبح ما كنتش أعرف الخبر بصراحة ان علي معلول قفل حسابه على الانستجرام وانه هو حزين بسبب هجوم بعض الجماهير عليه من خلال حسابه على الانستجرام فبالتالي خدها من قصيرها وراح قافل الاكاونت بتاعه وهنا نقطة مهمة لازم نتكلم فيها هل علي معلول أخطأ في موراد بيراميدز طبعا أخطأ حد يختلف عكا لا أخطأ وبالمناسبة هو خطأ مشترك ما بينه وما بين الشناوي الشناوي هو اللي شايف اللي جاي من ورا معلول فكان لازم يتكلم معاه ربما يكون الشناوي تكلم علي معلول ما خدش بانه بتحصل في الكور اللي يتسئل أكتر على الهدف علي لكن اللي مشترك علي في الخطأ ده هو الشناوي تمام تمام لكن لازم ندي كل حاجة حجمها علي معلول ده أفضل ظهير أيصر في أفريقيا زي ما الشناوي أفضل حارس في أفريقيا ناس كتير بتحاول تصور لك صورة عكس كده لكن أنا هقول لحضرتك بالأرقام علي معلول من أكتر اللاعبين اللي ساهموا في أهداف مع النادي الأهلي ده أمر ما فيش نقاش فيه علي معلول مستوياته الكتير المميزة أكتر بكتير من الدروبات اللي بتحصل في المستوى عنده والده اللي بيحصل مع كل لعبة العالم فلا آه يا جماعة ننتقد أقولش إيه ما ننتقدش لكن ما نقصرش على معنويات لعبتنا ما نوقعش لعبتنا فاكرين الكرة دي اللي شلعمل على الخط في ماتش فيوتشر كانت النتيجة واحدة سفر الأهل لو كانت جد كانت الدنيا تقلبت كان ممكن تدخل فيوتشر في الماتش وكان ممكن الموضوع يبقى صعب لكن روح علي معلول وقتاله في الملعب ده أمر ما علهوش غبار ده أمر مش بحتاج إن احنا نتلقش فيه فآه أنا متطفق معاكم إن ممكن ننتقد أي لعبة فيش أي حد فوق النجد مفيش لكن انتقاد يوقع لعبتنا ده اللي مش حنقبله يا جماعة ده إحنا متدرجين منه كفرقة النادي الأهلي وكجمهور للنادي الأهلي وافهم كلامة أنا حعدة عليك لمرة التالتة آه انتقد بس ما توقعش مع نوعات اللعيب بتاعك ما تشتمش لعيب عمل مشوار عظيم جدا مع الفرقة لحد دلوقتي وانا حقول الله حرقكم بالأرقام وبالدلائج علي معلول بقى له كم سنة في النادي الأهلي ست سنين موجود في النادي بالمناسبة ممكن واحد يقول لك يا عم انت طلع تدافع على اللعيبة بقى وإحنا خسرانين من بيرامنز وشكلنا وحش لأ إحنا مبارح حاجمنا مش حاجمنا انتقدنا نقض للتصحيح لكن النهاردة لازم ندي كل حاجة حجمها ركزه في الجزء اللي زي دي تعالوا نخش في الأرقام علي معلول لعب ست مواسم مع النادي الأهلي أول موسم موسم 2016-2017 لعب كم ماتش؟ 23 ماتش كانت بدايته جاب هدف وصنع أربع أهداف موسم 2017-2018 خلي بالكم أنا كده بتكلم على الدوري بس لعب 13 مباراة والموسم ده كانت صاب فيه في بعض الفترات ما جابش ولا هدف عمل تلات أهداف تلات أسست 18-19 موسم 18-19 في الدوري 26 ماتش 8 أهداف و7 أسست 19-20 23 ماتش 5 أهداف و6 أسست 20-21 23 ماتش 5 أهداف و12 أسست الموسم ده اللي احنا فيه اللي هو 20-21 20-22 اللي الناس بتنتقد فيه علي معلول وبتقوله ان علي معلول مش في مستوى وقد نتطافق على جزئية زي دي عامل ايه علي معلول اللي مش في مستوى لعب 17 ماتش جايب 7 أهداف وعمل 3 أهداف يعني مساهم في 10 أهداف من أصل 17 ماتش في بطولة الدوري توتل مساهمات علي معلول مع الاهلي في الدوري من ساعة ما جاء لعب 125 ماتش جايب 26 هدف وعمل 35 أسست ده رقم كبير جدا رقم كبير جدا في لعيبة في الخط الأمامي في فرق تعمل مش بالكلم على الاهلي يعني بالكلم بالشكل عام ما بتعرفش تعمل الأرقام دي إذا هو لعيب كبير ممكن ما يكونش في أفضل فتراته لكن اللعيب بالنسبة لنا تقيل جدا وأفضل ظاهير أيصر في أفريقيا في كاس العامل عندها لعب 5 ماتشات عمل أسست واحد مع الاهلي في توتل مشاركاته في مختلف المباريات مختلف المباريات من ساعة ما جاء لنادي الاهلي لحد أخر ماتش بيرميد لعيب 200 و 1 ماتش عمل كم جون في 200 و 1 ماتش دول 36 جون جابهم أحرازهم 36 هدف و 58 صناعة أهداف 58 أسست واخد 17 كارت أصفر بس ده توتل مشاركات علي معلول مع النادي الأهلي يعني إجمالي مساهماته في الأهداف 94 هدف في 200 و 1 ماتش ده رقم مش قليل ده رقم كبير أنا ليه بقولي الكلام ده كله هل بقولك ما تنتقدش حد لا يا باشا تنتقد ما فيش مشكلة بس لما تيجي تنتقد تبقى تنتقد عشان أنت بتحب اللعب ده بتاعك أين كان بقى علي معلول أو غيره وعشان تفوق لكن حتتجاوز ونشتم ونهبط مع نوعية لعبتنا ونساهم نساهم بشكل ملحوظ وأنا هنا بتكلم على فئة قليلة جدا من جماهير النادي الأهلي اللي ممكن تكون أعمارها صغيرة في السن اللي لسه ما عندهش خبرات وكامل احترامنا وتقديرنا ليهم وهم بيعشقوا الأهل متأكد من كده بس في نفس الوقت لازم لما ننتقد وإحنا بنحاول نوعي السن الصغير ده لما تنتقد انتقد عشان تصالح الفرق ما يبقاش انت بعد ماتش فيوتشر بتشد بعلي معلول وبعد ماتش بيرامدز بتقطع في علم معلول بشكل مبالغ فيه فدي جزء ايه مهم كل الاحترام والتقدير لعلي معلول انت نجم كبير يا علي نجم كبير وانت حتجيب لنا كاس مصر انت وزميلك يوم الخميس واسكن في كده وكل جماهير النادي الأهلي بتصق في إمكانياتك وكل جماهير النادي الأهلي بتحبك فما تتأثرش ببعض الانتقادات القليلة واللي قد تكون منطقية بالمناسبة وده الطبيعي وما تخليش انتقادات دي تأثر على مستوك ومعنوياتك وانا بتمنى وبتكلم بمنطقة صراحة ان احنا كزميل في الملعب الزميل اللي في الملعب اللعيبة اللي جنب بعضها ما ينتقدوش بعض قدام الجماهير اسمعوا مني اللي احنا نشجع بعض في الملعب كلنا ممكن نغلط كلعبة كورة كفرة النادي الأهلي فيش حد ما بيغلطش بس لما زميلك يغلط ما تنتقدوش قدام الناس بشكل علني وبشكل مبالغ فيه انا بتكلم بشكل عام لان ده ما ينفعش في النادي الأهلي من وجهة نظر النادي الأهلي كبير ولعبته كبير اه ممكن ننتقد بعض بشكل مقبول وبشكل محدش يلاحظه وده طبيعي وموجود لكن المبالغة مش تبقى في صالح الفرقة دي نقطة مهمة جدا ده فيما يتعلق بالأهلي وستعداداته لسه عندي كلام على استعداداته لمبارات الزمالك وفيما يتعلق بالكلام المهم بعد مبارات بيرامدز وإزاي نهي فرقتنا لمبارات كاس مصر ان شاء الله بعد الفصل عندي لسه كلام مهمة قوي بخصوص الفرقة اللي ستتمرن كمان شوية واستعداداتها لمبارات كاس مصر وانهائي الكمة أمام نادي الزمالك استدمر